كربي المحلات اذهب على الكرب المحلات ولا افضل مرحبا سوف نعمل مع بعض النهارده بكل سهوله عن كرب المحلات أولا سأجه كباة تبقي كرب المحلات انا اجد كباية من الماء ونص كباية من اللبن انا مش اخد نص كباية لبن واحد انا اريد اعمل كريب بس اريد اعمله كريب اقتصادي اخد كباية الماء مع كباية دي لو كريب بقى المحلات مش نحط لبن خالص سيبقى مية وديق فقط لغير وممكن اعمله على كده وهيبقى كريب محلات لكن انا طبعا عشان هعمل حاجة عندي في بيتي فما فيش مشكلة لو حطيت لها بداية البداية يعني مش تبقى حاجة كبيرة اول حال بس عايز اقولك بتخلي الكريب بيروح في حتة تانية خالص بتديله طعم وقوام مفيش اروع من كده بجد بداية بتفرق جدا جدا مع الكريب المهم بقى انا حطيت له دلوقتي معلقة صغيرة من معلقة الشاي سكر ونص المعلقة حطيتها ملح وديته معلقة من الخل ومعلقتين من الزيت وناخده من اضرامه في الخلاط لو هتحشي الكريب حشوة مسكرة يعني فواكه كريمة شوكولاتة نوتيلا اي حاجة يبقى ما تحطيش بقى فلفل اصمر يبقى حطي رشة فانيليا وتشيل الفلفل اصمر لو انت عايزة تعمل الكريب يبقى ماشي حلو وماشي حادق يبقى ما تحطيش فلفل اصمر ولا تحطي فانيليا هو سيبيه على كده وهيمشي الكريب حادق وكريب حلو وما تقلق ايش هو في معلقة من الخل فمعلقة الخل دي هتضيع زفارة البيضة خالص انا دلوقتي ضربت الكريب ولقيت العجينة سيلة شوية رحت حطيط لها معلقتين من الديق انا عايزة قوام العجينة معي يبقى خفي من عجينة الكيك شوية يعني مش عايزة عجينة سيلة خلص لو العجينة سيلة يبقى الكريب مش هيتزبت معي خلص يبقى لازم اصبط العجينة اهم حين عشان كده في اول الفيديو قلتلكم ان انا جايبة كبيات الديق مهرمة عشان عايزة نسبة الديق تبقى اكتر من نسبة السوير بعد كده بقى اخد العجينة دي لازم انا ريحها على القل نص ساعة ريحيها نص ساعة عشان تديك نتيجة روعة يعني انا على كده مريحتهاش ومدياني كريب زي الفل تخيالي بقى لو استريحت كمان نص ساعة هتديك بقى كريب مفيش اجمل من كده لما اجا سوي بقى ودي اهم حاجة طبعا في الكريب التسوية بتاعته يكون معي طاصة ما بتلزقش والطاصة دي لازم تكون سخنة جدا تكون سخنة جدا عشان اول ما تنزل فيها عجينة الكريب على طول تشك معها على طول لكن لو الطاصة بردة معاك حتى لو الطاصة دي ما بتلزقش العجين هيلزق فيها ومش يطلع معاك كريب خالص فلازم تكون الطاصة سخنة جدا وكمان اول واحدة تيجي تعمليها مش شرط ان هي تطلع معاك مزبوطة وتمام اوي اول واحدة بتقول ليه الطاصة ما سخنتش كويس او ما خدش سخنة الطاصة فممكن ما تبقاش مزبوطة فما تقلقيش اللي بعد كده هي الزبط ويبقى زي الفل بازن الله اما بقى لو الطاصة اللي عندك طاصة عادية وخايفة يلزق فيها طاصة عادية مثلا طاصة الاموني او اي طاصة يبقى هاتيها وادهينيها زيت ادهيني الطاصة زيت كويس جدا ونزلي فيها الكريب وبين كل واحدة وواحدة اديها مسحة زيت خفيفة كده وما تقلقيش من الزيت خالص هو مشايبان في الكريب بس اما حاجة تبقى مسحة الطاصة مسحة كويسة بالزيت عشان الكريب ملزقش فيها خالص وبين الواحدة و الواحدة لو حسيت ان فيه فتفيت في الطاصة روحي برضو مسحها بنفس المنزيل اللي معاك اللي هو فيه الزيت عشان ما تنزليش العجين على فتفيت في الطاصة هتلاقي حروقة منك كده وتطلع الكريب باي بحروقة ومشتطلع حلوة معيك الكريب بقى بعد ما تخلصيه روحي مغطية وما تسيبوش يتعرض للهوة عشان ما ينشافش معك وبعد كده بقى الحشوة اللي انت عايزها اعمليها لهم وحشها لهم في الكريب الحشوة اللي انت عايزها بقى عايزة تعملي بنيه عايزة تعملي شويرمة زي ما انت عايزة الكريب معاك و احنا كده قلنالك على كل التركات اللي تنجح معاك الكريب تقريبا عشر كريبا بس بصراحة العجينة تحفى وتجانل زي ما انت شايفة كده شايفة الكريباية والكريباية كمان محملة يعني الكريباية كمان تقيلة وحلو وما تستخصريش البضاية اللي هتحطيها في عجينة الكريب وتقولي لا اذا البيض غالي ده انا هعمل كريب المحلات لا هي بتفرق كتير جدا بصراحة بشكل الكريب وفتعمه انت البضاية مش هتفرق معيك لكن المحل لو حطي بيد هتفرق معيه لان المحل برضو بيبقى عنده التزامات كتيرة غير البضاية المهم جربي بقى الكريب بتاعنا ولو عجبك وعجبك الفيديو ما تنسيش تدخلي كناتي تعملي لايك واشتراك